هو حد يقول لي ده نظام لديه شعبية في الشارع محلات بالكامل هتوقف بكرة دوريات جيوش من القوات العسكرية سواء كانت أمن أو جيش بتمر في الشوارع إغلاق تام للساحات الكبرى في القاهرة والحتاة دي اعتقالات بالهبل مواصلات وقفوها خلصة الوتوبيسات ما فيش اوتوبيسات بكرة ايه ايها فتاعة مش انت قلت لو الشعب عايزني أمشي أمشي تا ما تمشي ليه توقف البلد كده ليه توقف البلد بهذا الشكل ويطلع الاعلامين بتوعه يحذروا الناس من النزول بكرة زي مثلا هو الاعلامين هات بقى الاعلامين اللي بيحذروا الناس بكرة اتفرج على اعلامين بيعتبروا انه لا النزول بكرة لا سيبك من ده هات اللي بعده هات اللي بعده فيتو الخروج ليلة الشوارع وتوزيع مبالغ مالية التحتقات تكشف عناصر خطة العناصر الارهابية يا راجل يا راجل ده انتو بتفتشوا الناس في الشارع هينزلوا العناصر الارهابية يدلوا الناس فلوس في الشارع مصطفى بكري بص السزاجة والنبي ده مصر كلها ده الوطن العربي عارف ان انتو بتفتشوا موبايلات الناس في الشارع انهي ارهابي ده اللي هينزل يوزع للناس فلوس في الشارع وبص حتى الصحفي قال انا ماليش علاقة ب11-11 اعتقلوا برضو الصحفي ده اعتقلوا بسبب قراءه وبيقول ان هو انا ماليش علاقة ب11-11 اعتقلوا برضو يا حضرات اللي بيحصل في شوارع مصر الان الان رعب النظام منك اوعى تقول لي بقى ده نظام عنده شعبية ده نظام عنده ملوخية ده ولا حاجة ولا حاجة دعوات ناس بتادي اقولوا مظاهرات 11-11 المنطقي والطبيعي نكسيب الناس تنزل وانت مش تناش خايف خالص ولا تقول عليهم ارهابيين ولا تقدم العروض اللي انت بتقدمها دي عشان الناس ما تنزلش ولا توقف مواصلات ولا يحاجب ناس تنزل مظاهرات في داني التحرير يهتفوا يشتموك يضربوك بالبيض ويروحوا الدول الكبيرة بتعمل كده على فكرة من اول ما بدأت الازمة الاقتصادية وكل الشعوب نزلت مظاهرات بريطانيا نزلت مظاهرات كلفت الدولة 4 مليون من استرلين ايرلندا نزلت مظاهرات فرنسا نزلت مظاهرات والدنيا ماشية والدنيا ماشية عادي جدا لكن هو يعلم السيسي يعلم ان دي مش مظاهرات انها مظاهرات لو نزلت هتشيله هتشيله بنظامه بكل اللي وراه اعلامه يعلم ان لو الناس نزلت بكرة النظام دي مش يبقى موجود تاني تاني الى الابد حتى انه قال قال الاصدقاء قالولو امشي سافر يعني فيه ضغوط عليه انه يمشي دولية هو اللي قال مش انا هو اللي قال كل ما تحصل ازمة يقولولي ما تسافر في مؤتمر الاقتصاد الاخير يعني السيسي عليه ضغوط الناس بتقولو العقلاء بيقولولو سبها امشي سبها قبل ما تولع بيك لانها لقدر الله لقدر الله لو ولعت المنطقة كلها تتأثر معلش ما احترامي الليبيا ما احترامي السوريا ما احترامي اليمن انت ميت مليون اهو اتفضل بص ادي عربات الشرطة بتدرب سيدنا في الشارع رعب 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 نظام مرعوب نظام مش يعني مش خايب ده مرعوب نظام كامل بقالوا اسبوع عشر تيام مرعوب من دعوات للتظاهر تب ما انتوا قلتوا ساعة مرسي لما الناس راحت تظاهر عند الاتحادية انتوا قلتوا ساعة مرسي قلتوا من حق الناس تظاهر نوهت محافظة الجيزة بانه في اطار استكمال الاعمال الانشائية لتوسعة كبري خمستاشر مايو في الاتجاهين ضمن اعمال مشروع توسعة كذا سيتم تنفيذ غلق كل بميدان سفينكس تحديدا لاتجاه المؤدي لشارع احمد عرابي لربط الجسم وسيتم الغلق بداية من الساعة واحدة صباحا يوم الجمعة الموافق كذا حداشر حداشر ولمدة شهر تنتهي صباح السبت عشر اتناشر اتنين وعشرين على ان تكون الاعمال على ما يعني افلوا افلوا لاتجاه المؤدي لأحمد عرابي عشان مايقولهمش من حيطة تانية